يوم حياتك يلا نروح لكوكب تاني ان كلنا تقريبا محتاجين ان احنا نشوف الخلق الجميل اللي موجود في الكوكب دوت محتاجين نشوفه موجود على كوكب الارض لانه بكل اسف اصبح عملة نادرة في الكوكب بتاعنا دوت تعالي النهاردة نطلع يلا باسم الله ركبنا سفينة الفضاء نطلعين كلنا قربنا من الكوكب اللي عايزينه ايه الكوكب ده مفاجأة كبيرة جدا كوكب الامانة الله ما اجمل ان احنا نشوف ان في امانة موجودة بين الناس كلهم ان الامانة يا جماعة اصبحت عملة نادرة في الكوكب بتاعنا بكل اسف في ناس امناء لكن قليلين قوي محتاجين ان الكوكب كل يكونوا اهل امانة ربنا يجمعنا وياكم يا رب مع اهل الامانة واذكرك برضو بالحديث اللي هيقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم انا اخبركم بأحبكم الي اقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال احاسنكم اخلاقا فمن بين الاخلاق ومن اعظم الاخلاق خلق الامانة تعالوا بصرح حبيبي نشوف ونتعايش مع النجوم اللي عايشين في الكوكب الجميل دوت تعالوا نشوف اول اصر موجود في الكوكب دوت اصر سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى اي نعم طب ايه الحكاية حكينا بصرح عشر نعرف سيدنا موسى ليه القصر بتاعه موجود في الكوكب دوت هقولك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فاكر حضرتك لما سيدنا موسى عليه السلام هرب من فرعون ودخل على اهل مدين اي نعم فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول فجاءته طبعا هو لقى بنتين بيسقوا ومش عارفين يسقوا لان موجود الناس موجودين وهم ما بيخترتوش بالرجال فاستنى لما الرجال خلصوا ورح شيل لهم الحجر الكبير من على البئر وخلهم يسقوا وياخدوا المياه بتاعتهم ويسقوا الاغنام بتاعتهم فسألهما ما خبكما قالت لا نسقي حتى يصدر العقو أبونا شيخ كبير المم سقى لهما وتولى إلى الظل والصراح شويتين فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحدهما يا أبا تستأجر هي أصدها يعني يا أبا تخليه جوز واحدة مننا يعني يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين الله قال ابن عباس فسألها أبوها وما يدريك بقوته وأماناته يعني إيش عرفك إن هو القوي الأمين قالت له أما عن قوتي فقد حمل حجرا لا يحمله إلا عشر من الرجال فعلا كان الحجر اللي موجود على البئر يا جماعة كان عشر من الرجال الأقوياء هم اللي بيحملوا الحجر دوت وبعد أما مشوا وسقوا خلاص راحوا سدين البئر والحجر ومشوا وسابوه فالبنتين لسا عايزين يسقوا فسيدنا موسى عليه السلام ما شاء الله يعني ربنا قال عنه ولما بلغ أشده واستوى الله أكبر خدت بالك فربنا أكبر إن سيدنا موسى كان قوي جدا باسم الله ما شاء الله فأخذ الحجر وشاله هكذا بقوة العشر رجال بفضل الله سبحانه وتعالى طب قال لها طب وأمانته يعني أنت شفت قوته في النوع شاء حجر بيشيروش غير عشر من الرجال الأقوياء وأمانته عرفت منين قالت لما أردته أن أذهب به إلى البيت فمشيت أمامه فقال لا بل كوني خلفي واحذفي لي بالحصا يمنة ويسرى حتى أعلم الطريق حتى لا تأتي الريح فتكشف ما لا ينبغي أن أراه صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فكان سيدنا موسى بهذه الأمانة العظيمة له قصر عظيم في كوكب الأمانة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يا ترى إيه الأسر الثالي اللي موت كمان بجوار أسر سيدنا موسى فاكر حضرتك الثلاثة اللي دخل الغار والحديث في البخاري ومسلم دخلوا الغار عشان الدنيا كبت بطر فدخلوا عشان يعني يقوئوا إلى الغار من المطر ده حد من المطر يخلص شويتين صخرة من الجبل انحضرت ونزلت نزلت لحد ما سدت الفتحة بتاعة الغار التلاتة قالوا طب هنعمل ايه فوجد أحد منهم قال إنه لا ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم وده من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجوز أن نتوسل إلى الله عز وجل بإسمائه الحسنة وصفاته العلا وبإسمه الأعظم وبأعمالنا الصالحة قاتبالك فواحد منهم توسل إلى الله عز وجل بأمانته قال يا رب أنا استأجرت فيهم من اليوم أجراء عشان يشاروا في الأرض عندي وكل واحد فيهم مدته الأجر بتاعه إلا واحد بس رفض الأجر بتاعه له فرق من الأرز ومشه ساب قال أنا عملته إيه بقى نميت له هذا الأرز وقعت بقى أبيع واشتري فيه وقال حدا ما ربنا أكرمني من وراء فرق الأرز ده خليت بعد كده بالفلوس أو العائد أو الربح اللي جي من وراء خليت له ما شاء الله وادم من الإبل والبقر والغنم فجي الراجل بعد فترة افتكر الأموال بتاعته أو افتكر الأجر بتاعه فجاء إليه وقال اتق الله ورد إليه أجري قال ما ترى أمامك من الإبل والبقر والشياه هو لك قال لا تسخر بي أو لا تستهزي بي قال والله لا أستهزي بك لقد نميت لك مالك حتى أصبح بهذا الوادي من الإبل والبقر والغنم الراجل راح واخد كل توت وماشي فقال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى حد فيكم متخالي جماعة إن واحد جيش تغل عندك وكان أجره عشر جنيه رفض ياخد العشر جنيه ومشي فانت رحتم شغاله العشر جنيه ديت وبقت عشرين جنيه شغالت العشرين جنيه بقت خمسين الخمسين بقوا مية المية بقوا ألف الألف وبقى مويت ألف المية ألف بقوا مليون فجالك بعد عشر سنين بيقولك اتق الله ودينا العشر جنيه بتاعتي فقالتوله بص حبيب قلبي العشر جنيه بتاعتك أنا ثمرتهالك فبقت مليون خدي المليون دولت بقالت فخدي المليون ومشي فأنت وقعت في أزمة فقلت يا رب إن كنت تعلم والله أعلم سبحانه وتعالى أني أخلصت النية في أن أنا أعمل الخير ده في يا رب خرجني من الهم ده هيخرجك من الهم ده ده كان القصر الثاني في كوكب الأمانة القصر الثالث لواحد يمكن كلنا عارفين قصته قصة مشهورة جدا القصة روال بخاري الرجل ده رجل من بني إسرائيل النبي حبيبنا اللي هتصلى عليه صلى الله عليه وسلم هو اللي حكرنا قصته رجل من بني إسرائيل راح يستلف من واحد تاني رجل فاضل جدا وطيب جدا راح يستلف منه ألف دينار ألف دينار ده مبلغ كبير جدا ألف دينار يعني مبلغ ولا حتى عشر تلاف جنيه ولا حتى مئة ألف جنيه راح يستلف ألف دينار فالرجل وافق ما فيش مشكلة عندي بس قال له ايه قال يعني اتري بكفيل فقال كفى بالله كفيلا قال رضيته بالله قال له طب اقتيني بوكيل واحد يعني يكون يعني يوم ما انت تعجز عن ان انت تسد يسد عنك فقال كفى بالله وكيلا قال رضيته بالله قال اقتيني بشهيد طب عايز واحد بس حتى يشهد ان انت خدت مني الفلوس دي قال كفى بالله شهيدا قال رضيته بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا الله شفت الايمان شفت قديه راجل فاضل شفت قديه راجل سمح ما شاء الله طب متى موعد اداء الامانة قال له مثلا يوم واحد شعبان يوم واحد لامضان يوم خمسة سبتمبر يعني حدد له معاه في يوم الموعد تاع الأداء الأمانة هذا الرجل كان عايش في قرية والتاني عايش في قرية تانية بينهم وبين بعض كان فيه بحر فلازم يركب مركب علشان يعبر على المركب ديت ويوصل لإيه للبلد التانية في اليوم دوت هاجة الريح وكانت الأمواج عالية وكل السفن اللي موجودة والمراكب اللي موجودة في المكان دوت تعطلت عن السين ومحدش يقدر يعده إلا السفنة دي تغرأ ماذا يصنع الرجل عايز يوصله الألف دينار بأي طريقة بيلي يا رب هذا الرجل قد يظن بي سوءا يا رب سألته ألف دينار قال لي ايتني بكفيل أو شهيد أو وكيل وقلت له كفى بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا ورضي بك يا ربي شهيدا وكفيلا ووكيلا اللهم لا تخزيني عند هذا الرجل طب أعمل إيه فرح جاي بحتة خشبة شوف التصرف يعني هدا تفكيروا لهذا التصرف جاي بحتة خشبة وقعد ينقر فيها كده في النص لحد ما عمل فيها إيه فرح كده من النص وراح حط الألف دينار في كيس وراح حاش الكيس جوه الخشبة واستودع الله عز وجل هذه الخشبة وراح رميها في البحر الخشبة دي يقينا يا جماعة لازم هتضيع صح كده تخيل حضرتك كده إيه قعد مثلا في البحر الأحمر وعايز توصل الخشبة لواحد في جدة ناحية تانية في السعودية فهل تتخيل حضرتك أن أنت لما ترمي الخشبة دي في البحر عند البحر الأحمر هل يقين أنها توصل لصحبك إنه موجود في الجدة لا طبعا إنه ممكن تمشي بالطول لحد ما توصل اليمن وممكن توصل لأي مكان تاني خالص وخبار حضرتك لكن يقينه في الله خلى رميها في الخشبة رمي الخشبة رمي الخشبة والخشبة فضلت مشيه برعاية الله وحفظه وكلاءته إلى أن وصلت للشاطئ الآخر انقل معايا الكاميرا بقى ووفصل للشاطئ التاني على الشاطئ التاني الراجل التاني اللي سلفه ألف دينار واقف بقول لي يا ربي رضيت بك شهيدا وكفيرا ووكيلا والرجل الذي أعطيته المال خان العهد وأنا في حاجة إلى مالي يا رب يا رب يرد إلي مالي الراجل حزين جدا بقول له يا ربي في نفس المعاد الراجل اديته الفلوس وداني المعادة الشيء يردلي الفلوس وأنا محتاج فلوس النهاردة محتاج أرجع لولادي يجب لهم أكله وشربه الراجل سلفته وغدر بي وبعدين فجأة الراجل استرجع وقال إن لله وإن لله راجعون سعلان وفجأة لقى الخشبة ديت بتتهادى كده على الأمواج ووصلت للشط فقال مدام ما فيش فلوس وما فيش أكل وما فيش حاجة أخذ الخشبة ديت وأطعها حتة وأعود أولع فيها النار ونتدف أنا وأولادي في البرد دوت خد الخشبة وريجع البيت أولاده فين الأكل يا أبي فين الفلوس فين فين قال لهم إن لله ولا نجعون الرجل خان العهد ولم يأتي بالمال ورح قال لهم طب نتدفع على الخشبة ديت عشان البرد الشديد اللي إحنا فيه أولادي وبدأ يقطع الخشبة يقطع الخشبة فجأة لفت نظره إن الخشبة جواها كيس بيطلع الكيس لقى فيها ألف دينار وغواها رسالة بيقول له صاحبه اللي استلف منه الألف دينار قال يا أخي والله التمست مركبا حتى آتي إليك فأرد الأمانة فلم أجد مركبا بسبب شدة الريح وهياج الأمواج فلم أستطع أن آتي إليك فألقيت المال في الخشبة رجاء من الله أن يوصل إليك هذه الخشبة فإن وصلتك فبها ونعمت عين وإن لم تصل إليك سآتي إليك بألف دينار أخرى فالرجل بكى وفرح أوي أوي بإن التاني ما كانش خائن ولا حاجة ما غدرش به بالعكس دداله الأمانة وجبهاله لحد عنده ولكن عن طريق الخشبة خد الألف دينار ورح اشتلق أكله وشرب وجه لولاده بالأكل والشرب وقطع الخشبة وولع ناره ودفه وكاره وشربه في اليوم الثاني شوف الأمانة وصلت درجة إيه الراجل اللي استلف منه ألف دينار خد ألف دينار تانية وأجر مركب تانية وراح لحد عنده وقال له يا أخي ها فيه ألف دينار جزاك الله عني خير الجزاء هو ليه رح له بالألف دينار تانية لأنه يقينا عرف أن الخشبة لا يمكن تكون وصلت فقال له عن أن أرامية الخشبة وصلت ما وصلتش لازم أرد الألف دينار فرح له بالألف دينار التانية وقال له خذ يا أخي قال لا والله يا أخي قد أدى الله عنك وقد وصلتني الألف دينار سيد أبو غريرة بيقول لك كنا نعوض إحنا والصحابة بقا ونعوض نقول يا ترى مين فيهم أعظم إيمان وأمان من التاني يا ترى الرجل اللي سلفه ورضي بالله كفيراً وشهيداً ووكيلاً ولما جاله المال يعني قال له لا دا المال وصلني ولا التاني اللي وصله الألف دينار في الخشبة ورح له تاني بألف دينار رجاء أو خوفاً من أنه يكون الألف دينار اللي في الخشبة ما وصلتش إليه مثال عظيم قوي قوي في الأمانة مثال لا يخطر على قلب بشر مثال تاني عجيب جداً جداً برضو لا يخطر على قلب بشر قصر واحد رجل الرجل دوت فصوته عجيبة جداً لكن أنا حكيتها قبل كده لكن معنش محتاج أحكيها مرة تانية رجل اللي راح يشتري والحديث بالبخاري ومسلم أيضاً راح يشتري أرض من واحد صاحبه فلما اشترى الأرض يعني بمبلغ معين فاشترى وخلص وبدأ يشتغل في الأرض عشان يزرعها وهو بيشتغل في الأرض يا جباعة الخير فجأة سمع صوت غريب وهو بيضرب بالفاس كده سمع صوت حاجة كده زي حاجة كده يعني صلبة فبيحفر بالراحة فلقى جرة كبيرة بيفتح الجرة لقاها كلها مليانة ذهب الله إيه دا؟ إيه اللي جابت ذهب في الأرض دي؟ راح واخد الجرة كلها ويها مليانة ذهب وراح للرجل اللي اشترى منه الأرض قال يا أخي اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب هذا الذهب من حقك قالوا لا والله أنا بعت لك الأرض بما فيها فهذا الذهب حلال عليك يا سبحان الله قول للتنين قاعدوا يتركش يقولوا لا الدهب بتاعك التنين يقولوا لا الدهب بتاعك انت اللي اتنين بيتخنقوا مش من اجل هات ولكن من اجل خد عمرك شفت المشهد ده اخوي وحبيبي واحد بيتخنق مع اخوه مش عشان يقولوا هات فلوس او هات الدهب لكن من اجل نقوله خد الدهب خد الدهب سبحان الله فالتنين قالوا خلاص نتخاصم عند القاضي ونروح لحكمه فينا فذهب الاتنين الى القاضي القاضي استغرب في حد في الدنيا بالأمانة دي واحد لقى جر الدهب في الأرض بدل ما يكتم عليها وقوله الحمد لله رب رزقه نساقاه الله عز وجل إليه وواحد تاني بيقوله لا 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 ده الدهب ده بتاعك أنا بيعتلك الأرض بلي فيه فقال لهم إيه هل عندكم من أولاد فواحد منهم قال له أيوة ده أنا عندي غلام كبير والتاني قال له أنا عندي جارية عندي بنتي ماشاء الله يعني برغت سن الزواج قال زوجة الغلام للجارية وأنفق وأنفقوا عليكم جميعا من تلك الجرة من الفهب الله كان ليه أصر وللتاني ليه أصر في كوكب الأمانة لكن أعظم قصر زي ما بنقول وهنقول دايما ودايما هنقول أن أعظم قصر كان للصادق الأمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كفار كوريش كانوا بيلقبوا النبي فاكر حضرتك طبعا كانوا بيلقبوا النبي قبل البعثة بإيه يا جماعة كان يقول الصادق الأمين ده مين كان بيقول كده عنه ده أبو لهب وأبو جاهل نفسه الاتنين كانوا بيقولوا عن النبي أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك يوم ما النبي تجوز من أمنا خديجة كان السبب إيه كان السبب الأمانة الأمانة اللي شفتهم النبي كان أمين جدا جدا فوق ما يخطر على قلب باشر أمنا خديجة كانت تاجرة تتاجروا رضي الله عنه ورضاهب الأموال وكانت تعطي التجار وكانت تضرب لهم سهما في هذه التجار ويروحوا يتجرب الأموال الأمنا خديجة ويروحوا لليمان ويروحوا للشام فسمعت عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه وطلبت منه أنه يخرج في تجارة لها إلى الشام وأخرجت معه غلامها ميصرة ليه ميصرة يخرج مع النبي علشان يراقب كان لسه النبي ما بقاش نبي كان لسه قبل البعثة الكلام ده فعشان تراقب النبي وتشوف فعلا وتتأكد فعلا أنه أمين غلام ميصرة رأى أحوال من النبي عجيبة جدا رأى أمانة لا تخطر على قلب بشر فوق ده كله لقاه لقى النبي عسيم خايف على تجارة أمنا خديجة كان التاجر اللي بيطلع بتجارة أمنا خديجة قبل كده كان يروح يبيع البضاعة في بلاد الشام ويرجع لها بالفلوس وياخد النصيب بتاعه النبي ما عملش كده النبي راح باع التجارة بتاعتها في بلاد الشام وكان أمين جدا في البيع والشراء وبعدا ما باع وحصر الفلوس اشترى تجارة أخرى من بلاد الشام وجيبها في مكة ورح ادى الخديجة رضي الله عنه ورضاها ادالها بقى الربح مضاعف ما شاء الله بدل ما كان بيربح بس في تجارة الشام مثلا خمس تلاف دينار لا رجع كمان جاب بضعم للشام فربح كمان خمس تلاف دينار فبقى عشر تلاف دينار فوق ده كله النبي هو رايح بلاد الشام قعد أو استظل تحت ظل الشجرة فجي واحد من الرهبان وكلم ميصرة قال له ما جلس تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي ما فيش حد نزل وقعد تحت ظل الشجرة دي إلا إلا نبي فميصرة راح قال له أمينا خديجة عن الأمانة والكرامة العظيمة اللي شافها للنبي صلى الله عليه وسلم فرغبت أمنا خديجة رضي الله عنه وارضاها في أن تتزوج من النبي وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نفيس بنت ملبه رضي الله عنه وارضاها التي ذهبت وعرضت الأمر على النبي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة التي أنجبت له كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا إبراهيم الذي كان من ماريا القبطين يا الله زجرة مباركة كان سببها الأصلي هو الأمانة والخلق الجميل الذي ظهر من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حد فيكم ممكن يسأل نفسه سؤال ساكر حضرتك ليلة الهجرة لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة هو النبي خرج وما حد شايفه ومشي وهو أبو بكر وما حد شايفه طب ليه نيم عليه ابن أبي طالب مكانه حتى لو كان سيدنا عليه مش يحصل له أي مكروه ليه برضه نيمه مكانه لأن كفار قريش على قد مكانه بيحاربوا النبي على قد كده لما كان حد فيهم يكون عنده حاجة غالية أمانة غالية فلوس حاجة كنز أي حاجة غالية ما كانش يأمن عليها حد أبدا إلا النبي شوف التناقض الغريب هو بيحاربوا وعايز يقتله وبيأذيه وبيقول عنه كلام مش كويس بيقول عنه أنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون ورغم ده كله لما كان يعوز يشيل حاجة غالية ما يليش حد أأمن من النبي فالنبي نيم عليه قال له يا علي نم في مكاني ورد الأمانات إلى أهلها حتى لا يظن أني قد أخذت ودائعهم وهربت بها إلى المدينة أو إلى يثرب عمرك شفت أمانة بالمنظر ده أمانة مع مين يا جماعة مع أعداء كفار بيكره النبي وبيضبر المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم كان بيستعيز بالله من الخيانة اللي هي عكس الأمانة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسناد الحسن وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة يا الله من ضمن الأمانات المفقودة في الزمن ده حفظ الأسرار حفظ الأسرار من الأمانات يا جماعة بعض الناس فكر الأمانة في الفلوسه بس لا دا حفظ الأسرار أيضا من الأمانة تعال شوف معايا الحديث الذي رؤى البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب لم مات أيامة حفصة بنت عمر ومات زوجها ذهب عمر اللي يعرض حفصة على أبي بكر فأبو بكر لم يرد عليه يعني عمر بن الخطاب بيقول له يا أبو بكر ما رأيك هل لك في حفصة أجوزها لك فسيدنا أبو بكر ما ردش عليه فراح سيدنا عمر لسيدنا عثماني بن عفان فقال يا عثمان هل لك في حفصة تحب تتجوز حفصة فعثماني بن عفان رد عليه رد دبلوماسي جميل جدا قال إني أرى ألا أتزوج في يومي هذا أنا مش عايز يتجوز اليوم وخبالك فغضب سيدنا عمر الخطاب من أبو بكر ولم يغضب من عمر زعل جدا من أبو بكر اللي ما ردش عليه بعد فترة تزوج النبي صلى الله عليه وقاله من حفصة فلقي أبو بكر عمر فقال يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك يعني لعلك أنت تكون ادئتي مني لما عرضت علي حفصة ولم أرد عليك قال أجل وجدت عليك في نفسي كانوا صرحاء يا جماعة كانش فيه بقى يعني مدهنة صحابة رضي الله عن مرضاه قال أجل وجدت عليك في نفسي فقال أبو بكر أما إنه والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني سمعت النبي يذكرها صلى الله عليه وسلم يعني النبي على السلام في جلسة من جلسات قال أنا بفكر إن أنا أتجوز من حفصة قال أبو بكر فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لا تزوجتها يعني اللي منعني أن أرد عليك ساعتها لو قلت لك أنا مش هتجوزها طب ما يمكن النبي ما يتجوزهاش فأنا هتجوزها ولو قلت لك هتجوزها ما ينفعش أقول هتجوزها إذا كان النبي أصلا قال هتجوزها فما منعني إلا أنني خشيت وأن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكوكب الجميل ده هو كوكب الأمانة أنس بن مالك كان خادما عند النبي عشر سنوات والحديث روه مسلم إن أم سلم لأم أنس بن مالك لما وصل النبي إلى المدينة ما من أنصارين إلا وأتحف النبي بهدية قالت فما وجدت هدية أغلى من ابني أنس فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله هذا أنس خادم عندك يا رسول الله فقال أجل فرضي أن يخدمه أنس عاش عنده عشر سنين يخدمه يقوله فما قال لي أفن قط صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام في الحديث للحديث روه مسلم أرسل النبي أنس بن مالك في حاجة راح يشتره حاجة فذهب وتأخر فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما ذهبت لحاجاتي يا أنس فقال أجل يا رسول الله أنا أذهب تأخر أنس على أمه أمه مسلم فلما ذهب إليه قالت ما الذي أخرك يا أنس قال كنت في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما هي قال إنها سر قالت أجل لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف قصري مين تاني كما وف الكوكب ده قصر عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الحديث له أحمد بسند صحيح إن النبي هو أبو بكر مروا على ابن مسعود كان الكلام ده قبل البعثة فمروا على ابن مسعود فوجدوه يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك من لبن؟ فقال إني غلام مؤتمن مقدرش إن أنا أحلب لبن أبدا لإني غلام مؤتمن على هذه الشياء فما أدرش فقال هل عندك من شاة لم ينزوا عليها الفحل؟ يعني عندك شاة لم تبلغ يعني لسه لا تخرج لبنا قال أجل قال أتيني بها فأتاه بشاة صغيرة فوضع النبي يده على ضرع الشاة وسمى باسم الله وبارك فامتلأ الضرع باللبن فأمر أبا بكر أن يأتي بصحفة فجاء بها فحلب فيها اللبن وشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود ثم قال النبي وما زال الضرع يعني يفيض باللبن فقال النبي أقلص فعاد الضرع كما كان لا يخرج لبن أبدا فتعجب ابن مسعود فقال يا عم علمني من هذا الذي صنعت فتبسم النبي وقال لبن مسعود إنك غليم معلم فلما سمع ابن مسعود بعد ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأسلم ابن مسعود تعالوا نشوف آخر بقى قصر جميل جدا جدا قصر عبد العامر بن عبد الله التميم سيدنا سعد بن أبو القاس في معارقة القادسية لما غنم بفضل الله سبحانه وتعالى غناء عظيمة جدا وأخذوا أموال عظيمة من قصر كسرة فجاء واحد هو محدش يعرف اسمه جاء رجل بكنز عظيم فيه أغلى أساور وأغلى مجوهرات لكسرة فقال سعد بن أبو القاس من أين أتيت بي؟ قال في موقعة من القادسية يعني حصلت على هذا الصندوق قال أما أخذت منه شيئا؟ قال غفر الله لك والله لكنوز كسرة وقيسر وكنوز الدنيا كلها لا تسوي عندي قلمة زفر والله لو لله ما أتيتكم به قال من أنت يرحمك الله؟ قال لا أخبركم بإسمي حتى لا تحمدوني ولكن أحمدوا الله عز وجل الذي جعل تلك الأمانة في قلبي فأرسلوا رجلا خلفه يسأل عنه فعلموا أنه زاهد البصرة عامر ابن عبد الله التميم أخوي وحبيبي أختي الفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا برد الأمانات قال صلى الله عليه وسلم إضمانوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة كان من بينها وأدوا إذا أتمنتم قال صلى الله عليه وسلم أدل أمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة كان من بينها وإذا أتمن خان قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أخوي وحبيبي عايز أقولك في الآخر إن ضياع الأمانة من علامات الساعة من علامات الساعة الصغرى قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل كما عند البخاري متى الساعة فسكت النبي ثم قال من السائل قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعة الأمانة قال إذا وسد الأمر لغير أهله فقد ضيعت الأمانة وانتظر الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة قال وما الروايبضة يا رسول الله قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة أخي وحبيبي جملة أخيرة عايزة أقولك اللسان أمانة صحتك أمانة شبابك أمانة زوجتك وأولادك أمانة ووظفتك أمانة علمك أمانة والإسلام أمانة إواع تلقى الله وإنت خائن للأمانة خلك أمين في كل حاجة أمين في المال أمين في العلم أمين في لسانك أمين في صحتك أمين في وظيفتك أمين على زوجتك وأولادك أمين على دينك ربنا يحفظنا وحفظك ويجمعنا وإياكم مع أهل الأمانة عشان نبني نفسنا قصر في كوكب الأمانة تعالوا نركب سفنت الفضاء ونرجع مرة تانية عشان نلتقي بكرة إن شاء الله مع كوكب جديد وخلق جديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يا الله وإلا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك أوكب تاني اشتركوا في القناة